في خبر نزل النهاردة ان حضرتك ممكن بدل ما تروحها عند مكنة الايتيام تسحب الفلوس تروح تسحبها من البنزينة نتيجو نفهم الحكاية ونعرف ايه الموضوع بالصبت بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة المصرفي في خبر النهاردة نزل عن البنك الاهلي المصري ان هو ابتدى يشغل مكينات نقاط البيع اللي موجودة في محطات الوقود اللي بيتعامل معها ان حضرتك تعمل فيها عملية كاش اوت او عملية صرف ايه تفاصيل الخبر ده ان حضرتك الرادي دلوقتي لما تيجي تخش محطة الوقود ممكن بعد ما تخلص ان انت تحط البنزينة اللي انت عايزه تدي العامل الكارت تقوله لو سمحت اسحب لي المبلغ الفليني والمبلغ ده بيبقى في حدود الحدود المطبقة على الكروت من البنك الاهلي يعني نفس الحدود اللي حضرتك بتطبقة عليك في مكينة الصرف الالي هي اللي هتطبق على المكينات نقاط البيع او البي او اس مشين زل موجودة في محطات الوقود طيب ده ميزة الخبر ده ايه ان هو زود الاماكن اللي حضرتك تقدر تصرف منها بدل مكان اللي 4995 مكينة الصرف الالي او الاتم اللي متشرين على مستوى الجمهورية بس لا ده زود كده تقريبا اكتر من 30% من القوة دي عن طريق الالف مكينة نقاط البيع اللي موجودين على محطات الوقود طيب اي محطة وقود لا هما دلوقتي في الوقت الحالي محطة وقود مصر للبترول ومحطة وقود امارات مصر والجاري العمل ان هما هيزودوا الموضوع ده طيب ايه مستوى بالنسبة لحضرتك برضو ان حضرتك هممكن تصرف فئات انت ما بتقدرش ان انت تصرفها عن طريق المكينة الصرف الالي او مكينة الاتم زي الخمسات والعشرات الحاجة التانية اللي هيساعد فيها ان هو هيعمل عملية تدوير للفلوس ان بدل ما المحطة الوقود تروح تعمل اداع يومي بالارادة اللي تم هو الرادي كده لما بيخصم من على كارت حضرتك الفلوس دي بتخش حساب المحطة فهيسهل موضوع الادعات والكلام ده ودي خطوة برضو نحن الشمول المالي والتحول الرقمي اللي الدولة كلها تستهدف ان هي تتجه نحوها هل كل العملاء اللي في المنوك تقدر تسحب من عن طريق النقاط دي؟ لا الموضوع ده معمول لحاملي بطاقات البنك الاهل المصري فقط لا غير دي كانت حلقة النهاردة من المصرف يا رب اكون قدر تفيدكم بالخبر ده وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يجيلكوا اشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة اللي عجبتكم تدوسوا لايك وتعملوا شير للناس عشان تقدر تستفيذ وتعرف في الموضوع واشوفكو على خير